مع تفريغي هنا أسئلة وما شلت لك ركشة بإجابة تحصلها ودار الأصباط للإنتاج الفني والتوزيع أجازه عبدالرحيم البرعي بالزريبة في إمتى؟ أنت المقاعدة في الزريبة شنو أنت؟ أنت بني آدم؟ طيب قال عن الطيب الغوثي المبارك منهدي اللي هو أحمد الطيب البشير أمؤسس الطريقة السمانية قال ومشورتي في الناس أن يتطيبوا إلى أن يقول بتكلم عنه قال ألم تر أن الله أيده بما يقوم مقام المعجزات يناسبه قال الشيخ أحمد الطيب البشير ربنا سبحانه وتعالى أداو ما يقوم مقام المعجزات وده كفر بالله لأن معجزات الأنبياء لا يستطيعها أحد من الناس ما بتقدر عليها وأي واحد عنده شبهة اللي يخش شبهة ما بتقدر معجزات الأنبياء ربنا سبحانه وتعالى فلق البحر فلق البحر لموسى عليه الصلاة والسلام نحن دار اللينا واحد صوفي ربنا يفلغ له بحر توتي ده إن شاء الله هاي يجيين أحمد الطيب ولا ود الفاتحة البرعي يقوموا نشيل له عصايته قبال بحر إن قال بيتني نشيل كبري توتي نمشي نرحي له أي محلة تاني شأن نقتنع إنه أنت ولي وشغال ولا الأولياء ذي اللي بيشتغلوا بتين ولا مدته منتهت ولا الحاصل شنو ذاته هو الساكد وشيرك بالله وضيع اللينا الواطاء مسخنين الأرض ومعلين الدولار انت عارف الكتب دي بالضعاف دار سك العملة أم حلا البقرة بتاعتك عشان كده شفت الشيرك ده قاعد البقرة دي يوميا ما شططعف ليه لأنه في شيرك ده كلام الله قال كده ربنا قال ربنا قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم شنو بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ربنا بذيقنا بسبب الشيرك ربنا قال وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها لغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف ديال أهل مكة ربنا سبحانه وتعالى ابتلاهم بالجوع والخوف حتى صار لهم كاللباس الذي يلبسونه ليه لأنهم كفروا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاءهم بالتوحيد شوف الكلام ده كيف كويس شوف الليلة نحن حصلنا وين طيب قال 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 المعجزات زي شنو قال بالإحياءه ميتا وكالبنت بعدما أتت وهي أنثى للذكورة تقلبه قال دي عند الأولية أحياء الأموات وأحياء الأموات شاءها من كتاب عبد المحمود نور الدائم قال اسمه أزاهير الرياض قال فصل في إحياءه للأموات والإبرايلي ذوي العاهات. بتكلم عن احمد الطيب البشير. انه بيحيي الاموات ويبري ذوي العاهات. نا دار يقول لك احمد الطيب هو عيسى ابن مريم واحد. بس ده جا مدأخر. فهمتا? ده في الكتاب ده قال من كرامات احمد الطيب البشير. انه قال اه انه انه احيا عفيشة والدبكر. كاتب كده في الكتاب. وده في الطبقة توظيف الله. قال وانه اه ان ولده احمد لما اشرف على الموت جاءت ملائكة القبض لقبض روحه. الملائكة جاءت تقبض ولده. قال فقال لهم الشيخ ارجعوا فان الامر قد نسخ. للملائكة شوف الكلام ده انت قالوا لمنه? قال لهم للملائكة. قال لما ارجعوا قل له الموضوع ده نسخناه. ارجعوا لمنه يا اخي. هيرجعوا لمنه. برجعوا لربنا سبحانه وتعالى. قال لما ارجعوا الشيخ الطيار ده قال شيخ فكيه. من شيخ الصوفية. وكله لعب ساكت. ما في واحد بيقدر يجيب دليل انه عندهم وليه من الكتاب والسنة. قوليك الولي البرعي. الدليل شنو? عنده قبة. اهال خميني برضو عنده قبة. ابو لولو المجوس عنده قبة. ده دليل يعني? يا زول ما ده ما دليل ياه. في متى? عنده قبة. عنده قبة. الهندي داكس ممنوع. المهات مغاندي عنده قبة. ده دليل على انه خاشي الجنة. يعني انت بس عشان عملوا ليه? انا اعمل لك سبعة طوابية بجوالي يعني? والموضوع بالبنى ولا شنو? الموضوع بالبنى. في متى? فده قال قال الولي بتاعه ده لما جاء على الموت. جاء ما الشيخ دفنه. بعد ما دفنه. وخلاص الموضوع انتهى. قال ويجف عند الجبر. وقال زيحوا كلكم مني بعيد. انا عندي كلام مع الولي ده. الاولياء بتفاهم مع بعض طبعا. قال الجماعة كلهم زحوا الا واحد. بيقى قريب. قال بيقى يسمع كلامه. اهال حاصل شنو? قال له يا الشيخ انا ما اديك من عمري تلاتين سنة يااخ. والله انت لو قعدت بتفيد المسلمين يااخ. شو الوضن مخلص كيف? في متى? ده قال له لا لا انت احسن مني. لو الله انت احسن خلاص خلينا. زي الناس دارين يتعزمون لهم في منقا ولا تلاتة شاي ولا حاجة زيدي. لعب. دار اديه من السنين بتاع بتاعته. في متى? وكتير جدا. قال من الكرامات انه انه في كتاب اسمه قطرات من بحور الطريقة السمانية. برضو بتاع عبدالمحمود نور الدائم. ده قال قال عنده واحد من المريدين الدراويش المقاعدهم معه في الخلوة. وطبعا ده الناس مجرمين في متى قاعدين ياكلوا باسم الدين. زول ما عنده اي شغلة. عاطل. يقول لك شغل شنو? يقول لك طبعا احنا من المحبي الشيخ. الحب ده يشيله في الكتف. ما قاعد يوه القلب. اشتغلوا حب. حبتك جغوم. تحيب شنو انت. في متى? فقال ده قال من الدراويش ماسك له ورد. يا دايم وتطفئ عينك الشمال وتعاين الساعة اتناشر وترفع كراءة واحدة وتمسيك عدد معين لغاية يقول لك لغاية ما تشوف حاجات. حاجات تحشين يا زول. ده ذكر شنو ده? عسي ده ذكر ولا جنباص ده. في متى? قال. قال. بيقي يذكر. بعدين قال درجته ما عالية. الشيخ قال له يا ابني ما لي اراك كثير العبادة ناقص الدرجة. قال له ما لك انت. انا شايف انت يعني السخانة بتاعت الزكر يعني ما شاء الله فل. لكن الترموميتر بتاعك ما شغال يعني. الحاصي شنو? ها الدقري بتاعتك ناقصة الحاصي شنو? قال له والله طبعا. اه قال له انت عندك ابو مات. قال له ايه. قال لي شكله ابوك ده مات وما راضي عنك. قال له ايه صحيح. قال له خلاص لازم نحل لك مشكلتك. تحلها كيف ابو مات. تحلها كيف. لكن الصوفي في دينه بيحلها لك عادي. قال ماشي طوالي. قال له لمشي المغابر. ماشي المغابر. قال له قبر ابوك وينو? ويتعرف تدرجته. ما عارف القبر. قال له هده للقبر. قام قومه. الغيامة قامت ما قامت. بس عندنا معاك موضوع. قال له ان احنا طبعا جينا نشفع في ولدك ده عبادته كتيرة وانت ما راضي عنه عشان كده درجته ما ماشي كويس. فدار انك تعفو عنه. قال له والله يا شيخ كما انت? انا ما كان عافيت عنه. عافيت عنه ايه? ارجع تاني. ارجع تاني. ارجع تاني. اللي قال له شو الهوز ده. انا كان رجعته بجور معي الشيخ وتنم معه كمان. انت مسكين ولا شنو? انا ربنا سبحانه وتعالى ما رقلي من الظلمة دي تاني برجع? ربنا قال الم يروا كم اهلكنا قبلهم من القرون? انهم اليهم شنو يا اخوانا? لا يرجعون. ما بترجع مشيت. هناك تاني ما في رجعة. ومن ورائهم برزخون الى يوم شنو? الى ده من حروف الغايات. ده حرف جر. ومن حروف الغايات. لكن يا اخوانا دينا التصوف. دين مناقض للاسلام تماما. دين براو. وكلامنا ده نحنا عارفين نحار. الناس بيزعلوا كده. لكن دي الحقيقة. المرة. المفروض الناس يتكلموا بها. ما افزال بيجي يوريك الحقيقة دي. الا من رحم الله. في امتى? طيب. قال. قال ومن قال هذا قبر احمد اولا فصاحبه في القبر ليس يعذبه. احمد الطيب البشير. انت تابع له. لما يجي يحفر قبرك. يجي اول ضربة بالازمة كده. بيقولوا ده قبر. مسلا انت يا اسمك عبداللطيف ادم كده. يقولوا لا ده قبر يا احمد الطيب. قال الملائكة بتجي تعاين كده. يواتة قول لي. دخل له. يا ازول. كمان اشتغل. انا بيقى فيها واسطاد برضو في الاخرة. يا ناس خربتوا الدنيا. دين انت خربوا الدين. دليب. دليب. ولذلك يا اخوانا. الان لو ده اتكلم لك على الموضوع ده. موضوع طويل جدا. فهمت? وهنا بيقول لك الاولياء بيعلموا الغيب. وغير من المسائل الموجودة في كتب هذا الرجل. الذي خدع كثير من السودانيين باشعاره. الناس اللقام بيهزوا في راسهم. وما فهمين العغاية ده اللي بركب فيها الزلده. في امتى? تاجي بيجاي بتاع البرهانية اللي بيجاي ده. الراقت في السوق الشعبي. ده برضو عنده 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 ديوان اسمه اه اسمه شنو كده كؤوس الخمري ولا شنو كده ما عارف. حاجة زي ده كلها بتدور حول الكوس. المهم. قال بتكلم عن نفسه. قال جبريلو. ميكالو. اسرافو عزراؤو. اسمع الكلام ده. الملايكة ديل. قال هم جنودي في التصريف وهم تحت امرتي. قال ديل جنودي انا. وكمان هم تحت الامرة بتاعتي. يعني انا الحكم دار حقهم. قال تطاوعني الاملاك بالجود والقراء. وكل ذوات الكافي ترهب صولة الصوفية عندهم ذوات الكاف ديشنو. قال بيقول لشي كن فيكون. مما يقول لك فلان غوث زمانو. تلقى صورة كده. يقول لك اه الا ان اولي الله. صورة بتلقاه في الحفلات. وفي الركشات. في الامجادات. تلقى فيها صورة في النصية البرعي غرقان في مويا. وحاولوا الكباشي. وبضلعا حديد. وبعصاطا سيف. وبزعموت. كلهم تلقا مقعدين. يقول لك ديل بيقولوا لشي كن فيكون. زي ما قال خليفة الكباشي في برنامج بتاع حلال البريق. تبتع واحد جبهدي مجرم جدا. في امتى? في قناة النيل الازرق. قال من كرامات ابونا الشيخ الكباشي انه ربنا سبحانه وتعالى ادىه كن فيكون على لسانه. كن فيكون على لسانه. المزيع الجبهدي شاف الصوفي والجبهدي كالضاب. لكن شاف ده اكضب منه ذاته. شاف جابة كبيرة. داري صليح له. قام قال له طبعا يا يا ابونا الشيخ انت قاصد. انه الشيخ الكباشي بيسأل الله. و الله هو البيد كن فيكون. فربنا البيد كن فيكون بالديو. قال له لا. شيخنا ذاته. ها بيد كن فيكون. قال له طبعا في حديث. عندنا حديث. اهاجيب حديثك. قال الحديث. قال انه عبدي اطعني اجعلك تقول للشيخ فيكون. ده رواه من ده. والله ده في مسنة صمويلية وما تلقاه. ما في كلام زي ده يا بليد انت. ده كلام بتاع شيعة ساقط. كفار مجرمين. ما في كلام زي ده. في امتى? قال اذا بعض الناس ده المزيع. يعني داك بيعكس له وداك بيشوت. قام قال له اذا ما بعض الناس ضعفوا الحديث. قال له طبعا اذا ضعفوا الحديث. الآية عندنا محكمة. لهم ما يشاءون عند ربهم. لبرض ما بنخليك. لانه الآية دي بتتكلم عن الجنة. زي ما قال ابن جرير الطبري. والقرطبي وابن كثير. وغير من اهل التفسير. ربنا قال والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون. لهم. ديل منهم. المتقون ديل. ما يشاءون عند ربهم. وذلك جزاء المحسنين. في الجنة يعني. مش لهم ما يشاءون عند ربهم. يعني الشيخ بيقول للشيء يكون فيكون. كضب. وده باطل وكفر بالله. سبحانه وتعالى. والكفار الاوائل ما بقولوا العقيدة دي. فالعقيدة بتاعت كباشي. وبرعي. وصايم ديمة. والجماعة ديل. دي ما بقول ابو جهل ذاته. ربنا قال في صورة المؤمنون. قل من بيده ملكوت كل شيء. وهو يجير. ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون. فسيقولون ديل منه. ديل ما الصحابة. الآية ما بتتكلم عنهم. بتتكلم عن المشركين. فسيقولون الله. فسيقولون الله. عقاية غريبة. يقول لك الشيخ جر الشمس مع الملايكة ما غلبه. والتمساح حجر في شانجلوك غلبه. الشيخ يقول لك. اصلا الشيخ يعني اتأخر من الصلاة مع الجماعة. وبعدين رسل الحوار اسمه جلوك. عشان يجيب له الموية من البحر. والحوار لما مشى قام التمساح اكله. اسمه جلوك. فلما لما الشمس خلاص قرب التغيب. كويس. الشيخ قال شوفوا ليه جلوك ده. مشوا. لقوا جلوك. التمساح اكله. قال ليه اكلوا جلوك. قال مشى للبحر. وقام نادى التماسيح كلهم. هذا الشيخ يعني داري وريك انه عنده معجزة نبي نبي الله منو. سليمان عليه السلام. فقال التمساح كلا رسل واحد. قال ليه 고ين التمساح الاكل جلوك? وينوه? جواك جامريك. قال له امروك جلوك. الثلوسا قال له ما ماركو. يا زل امروك جلوك. شكله كان انظرنا وهابي. قال له امروك جلوك. قال لي ماب امروك جلوك. في النهاي ماراك جلوك. قال بعد ما ماراك جلوك قام دقل التمساح با سبحة فانقلب التمساح حجر. فهمت. او لما نجرى عجه قام رجع الشمس الشيخ كان كده قال لك جر الشمس مع الملائكة ما غلبه وهو شمس الملائكة ذاته ما بجره يا كذب لانه ربنا قال والشمس تجري ما في ملك بجره يا مجرم يا مستهبل فيمتى ربنا قال والشمس تجري لمستقر لها لا يعني نكذب الغران ولا كيف ونفس القصة دي جات في كتاب جات في كتاب طبقات الشعراني ده كتاب مصرين قال من كرامات الشيخ احمد الفرغلي احمد الفرغلي ده قال لك من كراماته انه بيقول انا خاطبت الله على عرشه ده ده احمد الفرغلي قال من كراماته برضو عنده قال ان عنده حوار اسمه مخيمر النقيب برضو عنده بيته مشت البحر والتمسح قام شالا وجال الشيخ قال له والتمسح شال بيته فقام دي عجب من الولى قال له امشي نادي التمسح الميمة التمسح جماري وقام قال له امره قال بيت وقام مرجع في متى وقام قال فامره باستدعاء الحدات قام جابه الحدات وامره بقلع اسنان التمساح والتمساح كان مبطل ولا شنه وكيف يقلع في اسنانه دي كان مبطلينه ما كان فيه جاز ولا شنه المهم قال بعد قلع الاسنان قال له يلا ارجع البحر قال فرجع التمساح ودموعه تسيل زي ما قال اخونا احمد البدوي التمساح ده هو السايخ انت شوف الدين بتاع الصوفية ده ببقيك ابلد ابلد من الحمار ها وادخن رأسك من التس ودمك اتقل من الضنايا والذي لا اله غيره لان ربنا سبحانه وتعالى قال ومن اضل من من يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعاء مغافلون واذا حشر الناس كانوا لو معداء وكانوا بعبادتهم كافرين والكلاف الصوفية والشرك والكلام ده بيطول ولسه ان احنا في احزاب جايننا الشل بتاعت الترابي الامادي قالوا نشيطين وكذا في ثلاثة شوعين ورابعهم كلبهم وحدة كادرة برضو قالوا ظهرت وغيرهم قاعدين وده ان شاء الله عبارة عن بداية للمنبر ان شاء الله اللي قدام حنمش وانحنا عندنا كتب كثيرة ده عبارة عن حاجات صغيرة جدا في امتة ان شاء الله تتواصل منابرنا وقد يكون الناس بيشوف انه كلامنا ده خشن لكن الناس الاخوان هدموا الاسلام ده اللي بيقولوا للرسول صلى الله عليه وسلم الدين الجدبه ده مكانه انتهى نحنا هنا بنعمل الدائرين ده خلاصة كلامهم وإلا ليه ما بترتضوا في العقيدة وفي منهجكم وفي اخلاقكم وفي سلوكم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان تعرفوا ان اخوانا الاحزاب الموجودة عشان كده احنا بننصح اكتمشي لأي ناس جامعة ده ما لا نباطي فيها ابدا من الشيوعين فيها الشيوعين كفار زمان كان فيها مستغلين وناصريان ويتخرجوا كان وبيجاي في جبهجية بيجوق بالقروش قولك لو بيقيت معانا بنشغلك وزاته تلقاه ما شغال زا كان زمان يا جبهجي شغالان وزاته بيقى فيها واسطات وفيها مسائل تاني في امتة وبيجاي تلقى فوق مؤتمر شعبي طبعا الشعبيين والكيزان عبارة عن معادلة بتاعت زايده ناقص مؤتمر وطني ناقص قروش بيديك مؤتمر شعبي مؤتمر شعبي زايد قروش بيديك مؤتمر وطني مؤتمر وطني ناقص مؤتمر شعبي بيديك قروش في امتة؟ ما واصلا كده انت قالك اختلفوا في شنو ما اختلفوا في حاجة ما اصوا ما اختلفوا في اي حاجة تكامل الشعبي بيديك شنو مؤتمر وطني تفاضل المؤتمر الوطني بالديك شنو مؤتمر شعبي أصول موضوع معروف برضو لو دارينا بالكيميا نجيبه لك فالموضوع دي دي الأحزاب ما تبقى مع أي زل ولا تبقى مع أنصار الصنة ذاته شفت لو دار تمشي مع ناس داعش باري في حاجة هنا يسمى المكتب العلمية وصار الصنة طوال بيركبوا فيك فكر داعش تعني يوم تبقى هين هؤلاء الكفار والمجرمون وسنقاتلهم ويسمعوك أناشيد ومحاضرات ناس عبدالحي يوسف وعلى الدين المين الزاكي نحن هنا المنبر بتاعنا دا دا اسمه منبر صريح للغاية هنا ما في أي حاجة بندسها دا بقولوا لو دفنا الليلة بكرة عن بره ما في أي حاجة بندسها عشان كده الناس يتغلغل أي واحد تباطل مما يشوف نجاء جينا يقول لك ها جاء الجماعة جاء ايوه انت قلنا شغالين شنو شغالين لفضيحتك عشان ننصح المسلمين وده أخواننا دين الإسلام ربنا قال الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله ربنا سبحانه وتعالى قال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيّنوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم فأنا عارف معلومة لازم أنصح بها أي مسلم هنا أي مسلم لازم أنصحه وإلا أنا أكون غاشي له وأكون كاتم للحق المفروض أبلغوا للناس طيب نفتح فرصة للمداخلات المباشرة أو الأسئلة المباشرة أو النقاش فرصة مفتوحة السلام عليكم أول حاجة أخونا الكريم يتكلم في التصوف سمثاني ينقلب الحكاية فجأة سياسية فما أعرف هل الركن لكلام على التصوف ولا على السياسة ده أول سؤال الحاجة الثانية ما هو سؤال الحاجة الثانية طلب يعني الأسلوب فيه تهتير صراحة يعني أنتار تقدم حاجة تقدم حاجة بصورة يعني تليغ بالناس اللي بيسمعوا شكرا سؤال الأول قال للسلوب كان الركن كان بيتكلم عن التصوف فهي قلب سياسي السؤال الثاني في الاسلوب طيب الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله قال الركن كان عن التصوف وقلب سياسي إحنا عندنا أي حاجة بنحتاج لها بنتكلم فيها وأي حاجة بيحتاجوا لها الناس بنتكلم فيها والأولوية لنا الشرك بالله سبحانه وتعالى وننقض هؤلاء الناس رفتاء لابد ننقضهم ونبين عوارهم وباطلهم للناس وده من الدين ومن الإسلام لشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وده نحن شغلنا فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أما مسألة الركن كان هتري ولا كده أنا قاعد أقول لك في كلام ناس هنا الشيخ العيدروس إن شاء الله بس يكون قاعد صفحة 93 كده سبت كده ما هو الكلام بيضحك أنا عمل له شنو أنا ما كذبت الكلام أنا صفحة 93 الشيخ العيدروس ده كتابة طريقة الختمية قال ومن كراماته طبعا يا أخواننا الكرامات ثابتة بالكتاب والسنة لكن ما فيها مخالفة للدين ربنا قال عن مريم عليه السلام كل ما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها شنو رزق العلماء قالوا فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف شنو في الشتاء فما فيه إشكال في الكرامات وفي متح النبي صلى الله عليه وسلم دي كل أمور موجودة لكن ده دماياه دماياه هنا مثلا يقول لك من كراماته العيدروس أنه قطع رأس بعض تلامذته فأعاده حيا ورجع كما كان ولذلك سمي بالعيدروس يعني أعاد الرؤوس يقول لك رضي الله عنه ده رضي الله عنه وطيب سخط الله عليه وينه ده فده أخواننا دحك الله ده مش يا أشغل أن نمرود ذاته أن نمرود ابن كنعان يعني الليلة المفروضة الختمية دين نقرأ لهم الآيات من سرطة البقر ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملق إذ قال إبراهيم ربي الذي يحي ويميد قال أنا شنو؟ أحي وأميد قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب سلمنا معك عيدروس إنك قطعت الرأس ورجعته إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب ما إلا أنا ناظرك كده نعمل لك شنو؟ هذه الآن الصوفية كده طيب قال وكان من كلامه أنا عرشها ده شيخ الكرسي أنا أنا للسماء بانيها لو لا الحياء من ربي نار الجحيم أطفيها ده ده فده لازم لازم النازل يتنجموا نجام شديد لازم ولابد من الشدة عليهم لأن ربنا قال يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يغلظ في معاصي أقل من الشرك لما سمع رجلا يعير رجلا بأمه ويقول يا ابن السوداء قال لو إنك امرؤ فيك جاهلية ده إذا كان تعيير بالأم فكيف بالزولة اللي بينشر الشرك بالله والكفر بالله سبحانه وتعالى فلابد من شرك من كشفهم أنا أفتح الفرصة لأخونا أو بكر إن شاء الله يواصل الإجابة على الأسلام